الوصفة للمساعدة التي تخفيها في الأعراض الجانبية ما هي الأعراض الجانبية والألم أما المشكلة هي تعالج كما قالوا للطباء عن طريق عملية ولكن بعض الناس يكون عندهم بطرق أخرى ومسألة أخرى أنه لا جناوح الركان ولا زيتون ولا أي مادة من المواد الطبيعية أخرى ومسألة أخرى أن المساعدة ومسألة أخرى أن المساعدة كافور بلدي لدير بطريقة آمينة سنستفدو منه كما دائما نعطي الوصفة فيها كافورة كنزيد عليا كاس صغير زيت الزيتون علش لأن ذاك الكنفخ ولاسيد أوليك اللي عندنا في زيت الزيتون منك يتخلطوه كيعطونا واحد المكون مزيان مكون كيساعد في تحسين الضوار الدموية ومكون اللي كيهمد لنا الحريق ما كيعالج مهم غدي نهمدو الحريق كافورة بلدي كنزيد عليا واحد المكون اللي هي الزيترة مع القصغيرة اللي فيها تيمول لديه مكون جميل جدا لهذه المشاكل وهذه تيمول العصب اللي كيكونوا ديري اللينا بالمفاصيل بحالة كيقويهم كيعاونهم بأنهم كيوليو شدين راسهم وعندنا الزيتر الزيتر اللي فيه الكوغفاكخول الكوغفاكخول شنوا هو واحد المادة اللي كتعطي الارتخاء في هذه المنطقة هذي ونحسوك بالراحة مع القصغيرة الزيتر مع القصغيرة الزيترة كافورة بلدية كصغير اللي يزيد الزيتون كنحطوه فوق العافية أو كنحطوه في حمام مريم غير المهم باش ندوب لنا ذلك الكافورة كنخليوا هذه المكونات مدة ديال الليلة كنصفوه هذ الخالط وكندهنو بيه بمساج خفيف فقط في البلايس اللي عندنا فيهم الآلم الظهر ما ندهنوش الظهر من الوسط لا كندهنو الظهر في الجناب دياله في الجناب ديال السنسول ديالنا وكندهنو كدلك في المفاصيل ديالنا وهكا كيمكننا أننا ننهمدو هذ الحريقة